السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على وين الأخبار محامي محمد الشيبي يصدر بيانا يؤكد التصعيد ضد حسين الشحات وأول رد من اتحاد الكرة على بيان الأهل بشأن مخالفة محمد الشيبي تعليق ناري من وليد الفراج على إقامة مبارتي الأهل والزمالك في السعودية وخالد بيومي يعترض على إقامة الدربي في السعودية في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد أصدر هاني بكري المستشار القانوني لللاعب المغربي محمد الشيبي نجم برامتز بيانا هاما منذ قليل بشأن أزمة اللاعب محمد الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي التي اندلعت بعد نهاية مباراة الفريقين في بطولة الدوري ونشبت أزمة بعد اعتداء الشحات على الشيبي وأيضا بالسب والضرب الموسم الماضي عقب مباراة الفريقين في نهاية الدوري المصري وجاء نص بيان المستشار القانوني لمحمد الشيبي كالتالي أكد هاني بكري محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي بأن اللاعب تلقى بتاريخ 31 مارس أثناء تواجده في المملكة خطابا من الاتحاد المصري بشأن تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط يوم 3 أبريل ومن الغريب أن هذه الجلسة تأتي بعد مرور سلاسة أشهر أولا أنه لم يكن راغبا في أن يصبح الاتحاد المصري وغيره طرفا في نزاعه القانوني ضد حسين الشيبي أو حسين الشحات ثانيا أن ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي والذي يستوجب معاقبته تأديبيا من قبل الاتحاد المصري بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءا جنائيا يعاقب عليه القانون استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته ومحكمة التحكيم الرياضي على أن المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية رابعا يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسئولية التأديبية لللاعبين من جهة والمسئولية التعاقدية من جهة أخرى ويؤكد المستشار القانوني أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التصعيد الموضوع دوليا واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية بما فيها لجنة الانضباط بالفيفا وهدف شكوى اتحاد القرى المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها هذا هو بيان أصدره محامي اللاعب محمد الشيبي لاعب بيرامدز ومن المعروف أن بيرامدز معروف أنه ضد الأهل في كل شيء وهذه فرصة بالنسبة لبيرامدز وذلك ليكون ضد الأهل حتى مع أو ضد اللاعبين لاعب النادي الأهلي وعلى جانب آخر طلب مجلس إدارة اتحاد القرى من المستشار عزة خميسة رئيس لجنة الانضباط التدخل السريع لحل قضية حسين الشحاتة لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيرامدز جاء هذا الطلب بعد صدور بيان من النادي الأهلي يطالب بإنهاء الأزمة وتضمن البيان توضيح الإجراءات التي اتخذتها لجنة الانضباط والاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد الشيبي وأيضا خاطب النادي الأهلي اتحاد القرى وطالب من اتحاد القرى المصري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اللاعب محمد الشيبي بعد أن نقض القوانين والمخالفة بذلك برفع قضية مدنية ضد حسين الشحات نعود إلى موضوع آخر وهو نقل مبارتين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية هذا ما علق عليه الإعلامي السعودي وليد الفراجة على فكرة إقامة مباراة قمة الدور المصري بين الأهلي والزمالك في السعودية عشو تردد خلال الساعات الماضية أن رابطة الأندية حصلت على موافقة الأهلي والزمالك من أجل إقامة مبارتين القمة قمة الدور المصري في السعودية وكتب وليد الفراج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إن فكرة إقامة مبارتين ديربي كرة القدم المصرية خارج مصر ستصب في مصطحة إعادة تعزيز قيمة الأهلي والزمالك في العالم العربي مرة أخرى بعد سبات أو بعد سبات استمر سنوات طويلة وأعتقد أن أخونا خالد بيومي حسبها غلط ولو حسبها بحجم استفادة الناديين ماليا وإسعاد أكبر جالية مصرية خارج مصر والتي تستضيفهم السعودية بكل ترحابة لربما كان له رأي أخر ولا هي الحكاية أن المباراة في الرياض وجدة أزعاجت البعض يا عم تتعامل مرة ما تضرش ولا إيه ما تبقاش حساس يا صديقي وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الذي عقد اليوم إرسال خطاب إلى رابطة الأندية لكرة القدم بخصوص إقامة هذه المباراة بالموافقة لا يمانع النادي الأهلي مع تأكيد على ضرورة توفير وقت كافي لاستعدادات الفريقة قبل خوض أي مباراة أفريقية قادمة ولكن خالد بيومي المحلل الرياضي كان له رأي آخر وقد علق المحلل الرياضي خالد بيومي على فكرة إقامة مباراة الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية حيث كتب خالد بيومي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكسا أنا ضد فكرة تهميش الدور المصري بتاريخه الكبير بإقامة مباراة للدور خارج الملاعب المصرية وأكمل بيومي قائلا نكتفي بالكأس والصبر أسوة بكل دول العالم وهذا ما كتبه خالد بيومي والذي يعترض على إقامة مباراة الأهلي والزمالك خارج مصر لأن هذا يسبب نقصا في الدور المصري وأيضا حسبها خالد بيومي بالنسبة للجماهير لماذا أن مباراة الأهلي والزمالك هي مصرية في الخالص والأهلي مصري والزمالك مصري ومن حق الجماهير المصرية أن تشاهد المباراة من أرض الملعب فلماذا تنقل إلى المملكة العربية السعودية ويطير نخبة صغيرة من مشجع الأهلي والزمالك والذين يمتلكون الكثير من الأموال يذهبون إلى المملكة العربية السعودية في طائرات خاصة وفنادق يسكنون فيها ولكن ليس لبعض الجماهير الكثيرة هذه القدرة على إقامة المملكة أو على السفر إلى المملكة العربية السعودية لمشاهدة المباراة ومن حق جماهير النادي الأهلي والزمالك في مصر مشاهدة المباراة في إستاذ القاهرة الدولي باعتبار أن الأهلي والزمالك ملك للجماهير وليس ملكا للاتحاد المصري لكرة القدم ولا لرابطة الأندية ولا لجنة المسابقات وإنما الأهلي والزمالك هما فريقان مصريان وهذا هو الدوري المصري لم ينقل على مر التاريخ للسعودية فلماذا ينقل الآن من أجل حفنة من الدولارات في النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته